أكد وزير الخارجيات المصري سامح شكري حرص بلاده على التعامل مع الأزمة الحالية في السودان باعتبارها شأنا داخليا كما شدد على ضرورة احترام جميع الأطراف الدولية والإقليمية للسيادة السودان وعدم التدخل في الأزمة بشكل يؤدي إلى تأجيج الصراع وإراقة المزيد من الدماء جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري للسفير دفع للحاج علي مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إلى ذلك نقل المبعوث السوداني رسالة شفهية من رئيس مجلس السيادة السوداني إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث قدم لمصر حكومة وشعبا الشكر على استقبالها بكل مودة وترحاب للمواطنين السودانيين